سيد سعدية اللي عرفنا انه انتي عملك بالقوات المسلحة لم يكن بمحد أصلت فيه فبرضه يعني من معلوماتنا والدك خدم بكل شرف وبكل إخلاص بالحرش الوطني فقديش هذا الموضوع أثر عليكم أثر على حياتكم بأنكم انتوا تتجهوا بنفس مسار العطاء وحب الوطن وتقديم الخدمة للوطن أول إشي بصبح على كل الأمهات أهلاً فيك وبحيح تلفزيون رؤية أهلاً اللي اعتح لنا هذه الفرصة نتشرف ونتشكر لكم كتير شكراً كان والدي في الحرش الوطني نعم نعم وكنت أنا دائماً باستمرار مهنة طفلة حابة مهنة التمريض نعم وهيك يعني كنت ألعب وأعمل دكتور وممرضة ومبعرف الشهر ما حابة مهنة التمريض نعم بعدين اشتغلت في الخليل تخرجت من معهد الوكالة واخدنا شهادات اشتغلت في الخليل في السبعة وخمسين في مستشفى الأميرة عالية نعم وبعدها التحقت نعم وبعدها التحقت في القوات المسلحة في أربعة عشرة تمانية وخمسين بالتمانية وخمسين تمانية وخمسين كنت أول ممرضة تنتسب إلى القوات المسلحة وكان ممرضة عينوني في معسكر الزرقاء نعم فكان فيه مستشفى الميدان الثاني كان التضميد اسمه نعم تضميد الثاني نعم وبعدها وكان المستشفى الرئيسي كانوا الناس يعني يتحكموا هناك وأنا بالنسبة إلي في عيادة معسكر الزرقاء عملت الكثير الكثير يعني بدي أذكر شيء بسيط تضر إني أنا أخدتها عبارة عن باركس كانت خالي ما في حواليها إشي فعملت لها صور وبلينة شغلات كثير عملنا جنينة يعني الكل ساعدنا كان ضباط أي كلمة نطلبها يعني يجيبونا يا للعيادة وكله لعائلات الضباط عملنا ورود وزهور وقدو يعني شغلات كثيرة فبالنسبة للعائلات كان أي أحد يجي مرتهم مريضة عسكر يجي بورقة عيادة ونحكمه ونكتب على الورقة كان يشتروا العلاج من بره لأنه الإمكانيات ما كانت في زيادة يعني فنصرف لهم إحنا دوا دوا خفيفة يعني شيء بسيط كيان نعم نعم هذه بالنسبة للعيادة بعدين بعد العيادة التحقنا في الميدان الثاني نعم مستشفى الميدان الثاني مستشفى الميدان الثاني اللي هو هلأ مستشفى الأمير هاشم نعم نعم يعني زي ما عرفنا إنه الوقت الأكبر صدري بين فلج ومفتحة فكتير بحب أنا البنه نهاية نعم مازلت وماش بس اللي أنا يعني للكل مستعدة أخدم الكل يعني ما شاء الله عليك الله يعطيك الصحة نحن هون كنا عم نتابع بعض الصور اللي فترة خدمتك هذا قبل ما أتزوج وأنا بنت الصورة كنت صغيرة كتير إذا منقدر نجح للصورة لو سمحتوا كنت هون صغيرة 16 سنة أنت دخلتي بعمر 16 سنة وكنت وحيدة بين صفوف الجيش صحيح رحمة أبوي كان تعرفي الخليل متعصبين يقولوا ليش بتبدي بنتك على الجيش يقول لهم أنا هي حابة المهنة وأنا باركن على بنتي بين صفوف الجيش كلها يعني تروح وكنت وحيدة كان تحدي بالنسبة لك يعني هناك كثير من عارضوا من الأهل والأرايب طبيعي بالخليل بالذات شو موديها بنت صغيرة وموديها بين الجيش وقلت لهم لسه كان بدريت الخدمات الطبية كانت في معسكر الملك طلال نعم لسه ما كان يعني عند المدينة ولا شيء تير حل نعم برضو هون يعني زي ما كمان عم نشوف بمجموعة من الصور أنا حكيت بالبداية أنك أنت كان في إلك برضو فضل كبير بأنك أنت مهدت طريق للفتيات لحتى يدخلوا بالقوات المسلة كنت ألم بنات الجيران وألبسهم مراييل وأعلمهم وأنا بالعيادة نعم على الحرارة وعلى جهاز الضغط على يعني هذا التمريض نعم شغلات تمريض على الدرسينج مثل نغيرات شغلات وهن حابات من هن والله تعلموا وكملوا وتوظفن باع أحد العيادات بره ومن هن تزوجن ومن هن صررن في أميركا نعم أنا في صور البنات هذول ليس داخلات في الجيش أنا ألبهم مشان أشجحهم نعم في منهم انتسبوا للجيش وفي منهم ما انتسبوا طيب أنت قلت أنه أنت يعني ذهبت إلى التقاعد لم تتم إحالتك إلى التقاعد من قبل قوات المسلحة كان هذا بمحض إيراتك لأنا قدمت رحت على القيادة العامة نعم لمدير الشؤون الضباط نعم الله يسهل عليه كان جميل أبو جماعة نعم وقلت له الوضع هيك هيك عنا بالعائلة وأنا كملت التقاعد وإلي خاطر أضل في الجيش حاول يعني قليك يو هذا وأنه خلاص بكفين عنده أولاده بدي أدرسهم نعم بسبب ظروف عائلية لظروف السبب لكن يعني الجميل بهذا الموضوع أنه أنت مع أنه كنت حزينة بأنك أنت تركت كثير يعني أنا كان عندي في الجريدة حتى كان يوم عزا كان عندي اشتركوا في القناة